مع انتهاء الموسم السياحي كيف يبدو وضع القطاعات الاقتصادية؟ للحديث ينضم إلينا مباشرة رئيس جمعية تجار بيروت من أولى شماس مساء الخير أستاذ من أولى هل قمتم بجرد حساب مع انتهاء فصل الصيف ومغادرة المغتربين؟ أستاذ فادي مساء النور لك والستمونة أنا بدي أقول لك أننا كهيئات اقتصادية وككتاع خاص كنا معاولين كثيرا على فصل الصيف من أجل يعني إذا جاز التعبير أنه نضرب فريم للانهيار الكبير إنما للأسف اللي صار أنه صار فيه كأنه دعسنا على البنزين وتسارع توتيرة الانهيار بطريقة جنونية لأسباب جيوستراتيجية وسياسية وأمنية وميلية وغيرها هلأ تجاوب على سؤالك بالمباشرة نحن كنا بالفعل مراهنين على الاختراب اللبناني اللي ولا مرة يعني أثر بموضوع عطاءاته للبلد إنه يفوت على لبنان بحدود المليارين ونصف دولار خلال تموز وقاب وللأسف في اللي شفناه إنه هالأمر متم لأنه صار فيه ضربة ضربة قاضية تقريبا للموسم السياحي والتجاري بشكل فجائي وعنيف ومن الناحية الكمية أنا بدي أقولك إنه ككتاع تجاري فتنة وخمسين بالمئة من المحلات التجارية مقفلة بلبنان وأنا بقدر أكد لك اليوم إذا كفينا على هالمنوال الخمسين بالمئة الباقيين عشرة بالمئة منهم بيسكروا من هون لنهاية السنة عشرين بالمئة بيتعثروا بطريقة أو بأخرى وبيبقى فقط عشرين بالمئة على قيد الحياة يعني اللي عم نقوله إنه الكتاع التجاري عملياً بد يكون واقف على إصبعين من إجر وحدة إنما الأخطر من هيك من الناحية النوعية استسفادية إنه بالأشهر الماضية شهدنا ظاهرة توسع الاقتصاد الأسود وغير الشرعي في لبنان من خلال التهريب والتخزين والمتاجرية اللي للأسف انخرط فيها عدد كبير من اللبنانيين وبالتوازي تراجع الاقتصاد الشرعي والمشروع يلي نحن بقينا مئة سنة مشان تنبنيه ونوصل لهون فإذن نمنى وإمنى على اقتصاد ما بقي بيشبهنا بشي استسفادي طيب السيد شماس ما هي أبرز التحديات التي ستواجه القطاعات الاقتصادية في حال عدم تشكيل الحكومة هذا سؤال جوهري لأنه اليوم الأمن القومي مهدد من بابه الاقتصادي والاجتماعي لأنه خلينا نحكي بس عن الهجرة اللي عم تفتك بالمجتمع اللبناني نحن بنتذكر أنه بالماضي الهجرة كيف كانت تصير كانت ضيع تتفرغ تدريجيا ويروحوا على دنيا الانتشار بأستراليا وأمريكا الشمالية أو الجنوبية أما اليوم فعب تصير بأبعاد مختلفة البعد إذا بدك الأفق عم نشوف أنه فئات عمرية بكملة وخاصة من الشباب عم بيغادروا البلد وهيدي ستقود هرم الأعمار في لبنان وتخلخل هالهرم مع الوقت إنما كمان بنفس الخطورة إنه فيه هجرة عمودية لقطاعات بأمه وأبوه مثل الطبابة والتمريد والتعليم والمال وغيرها والحبل على الجرار هلأ التحدي المباشر هو إنه كيف بدنا نقطع نحن شهر أيلول لأنه هو هيدا حافل بالنفقات الأسرية يعني بلش بالمدرسة وانتهي بالتموين وكل شي بيناتهم أنا بتقديري استيس فادي إنه السواد الأعزم من الأسر اللبنانية صارت اليوم بعجز بنية وبالموازنة الأسرية طبعيتها وهالعجز هيدا تصور هو بين السبعين وثمانين بالمية يعني هيدا بغاية الخطورة وأنا بشوف أنه ما فيه ابن مرأ قادر يظهرنا من هالجورة المالية اللي نحن موجودين فيها لأن لو كنا عم نحكي عن 10-20% عجز يمكن كانت مساعدة من هون نعم أو بطاقة تمويلية من هوني كتوفة بالغرض أما وأنه نحن بهالوضع إذا ما تشكلت الحكومة منكون نحن رايحين على وضع أنا بابتصور الأمور بتحمل أكتر من 10-12 يوم فإذا أنا منشتة إذا ما صار فيه حكومة من هون لعيد الصليب أنا أناشد الطبقة السياسية والكتل النيابية الكبرى أنها تستقيل إفساحا بالمجال لتكوين سلطة جديدة قادرة تقوم بالبلد وإلا بكونوا المسؤولين عم يصلبوا لبنان واللبنانيين نعم رئيس جمعية تجار بيروت نقولة شماس شكرا جزيلا لك